كل باحث عن الأصالة والمعاصرة عن الإبداع والخزف وأنواع أخرى من الصناعات التقليدية يجد ضلته هنا في الولجة حيث يقدم الباعة أواني فخارية وهدايا تناسب مختلف الأدواق الرواج بهذا الفضاء الذي يحتوي على أجمل الإبداعات قل مقارنة بالماضي حسب التجار والسبب يعود لجائحة كورونا ولكن رغم ذلك تعكس أجوبتهم القبول والرضا الحمد لله شكر لله الموم الإسراتي يصور شوي ذي البركة ما هذا الوقت عمقاش كما كانت في الأيام الماضية ولات الوقت هي عيانة مع هذا المرضي الكورونا ولكن الحمد لله إحنا غادئين ويرزق بيدي الله سبحانه وتعالى القتعة هذه الصناعة التقليدية وتنتكلموا على القتعة هذه الخزف فلا بأس به فكين واحد من نوع ذلك شوي ذي الحركة وتنتمنوا عند الله سبحانه وتعالى والذي يرفع علينا هذه الوباء وهذا الفضل كله ترجع الله سبحانه وتعالى والسيدنا الله ينصره لأنه عادي أهمية لهذه القتعة هذه الصناعة التقليدية وتنتم نشكر جميع المغارباء الذين كانوا بجنبنا في هذا الضرف الحالي الإتقان والإبداع عنوانان تسطرهما آياد الصناعة التقليديين صناعة يظلون خلف الكواليس أما الباعة فيحسنون تسويق منتجاتهم ويمنحون زبناءهم وقتاً لاختيار الأفضل وما هم بحاجة إليه ترجمة نانسي قنقر